بتكلفة انفاقة الخمسين مليار دينار هي الكلفة الاجمالية لمشروع كورنيش الناصرية والذي بدأ العمل به قبل عامين من الان لكن سرعان منكشف جودة العمل وهو قيد الانشاء من خلال التكسرات وتشققات والتي اثارت الرأي العام في مدينة الناصرية حيث يتحدث ناشطون عن مشاكل عدة في هذا المشروع ومنها تجاوزات التي اعاقت العمل طبعا من المعيب اليوم نشوف كورنيش الناصرية اصبحت كورنيش متلكة على مدار تقريبا سنتين لحد الان ما جاء نشوف بس هم طيل ويجيبون منها ورجعون منها لحد الان نشوف احنا طولة 6 كيلوات بحفارة وحدة شون السبب ما نعرف ابرز الكورنيشات اللي اشتغلت وراء كورنيش الناصرية انجزت ودخلت الخدمة الا هذا الكورنيش احنا نعتبر هذا الكورنيش هو بورة الفساد لان راح يكون بمرحلة اولة وثانية اوما لحد الان المرحلة الثالثة ويومية يخصصون الاموال عشرات المشاريع في محافظة ذيقار تعاني الامال والتوقف ولكن مشروع الكورنيش زاد طينبلا والذي يعول عليه الاهالي لكونه المتنفس الوحيد لهم في هذه المدينة يحمل مراقبون الجهات الحكومية المسئولية عن ما يجري في المحافظة من تلك للمشاريع وتوقف غير مبررة مع اعمال خرج السياقات الفنية كل مشروع يعلن هناك مدة انجاز لكن مشاريع محافظة ذيقار ولا مشروع سلم حسب تم تسليمه ودخل الخدمة حسب المدة المقررة ولا مشروع كنا نتحدث الان عن مشروع كورنيش الناصرية تفاعلنا خير بهذا المشروع ويعتبر كمشروع جمالي وترفيه للعوالف الناصرية لكن منذ عامين وحتى الان نشاهد المشروع متلك ومتعثر قبل ان يبدأ المدينة التي تشكو من قلة الاماكن الترفيهية الناصرية التي تحلم بان يكون لها كورنيش كسائر باقي المحافظات العراقية التي تمكنت من انجاز هذه الاماكن بمدد وجيزة وبمواصفات جيدة امل كبير من التنفس الوحيد ابناء محافظة ذيقار بعد مصادرة مدية العام من المتنفسين وفاسدين في محافظة ذيقار حقيقة العتبنا الشديد على الحكومة المحلية والمتمثلة بالمحافظ وقائم مقام محافظة لعدم تطبيق القانون وتقاع السبب تطبيق القانون بازالة تجاوزات قدمت دعاوش كثيرة للهيئة النزاهة وهي كتب صادرة من صندوق بازالة تعرضات وتجاوزات على كورنيش يوجد اكثر من 27 تجاوز على كورنيش نحن نريد كورنيش اسفلتا من كورنيش محافظات يعني كورنيش الناصرية منذ سنتين والآن منتلكة وتنعقد الآمال في ذيقار على اكمال المشاريع الحيوية فيها لكن هذه الآمال تبقى متعترة نتيجة ما تتعرض له هذه المشاريع من مشاكل فنية وغيرها من على كورنيش الناصرية لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار